الآن احنا هل أمام متغيرات دولية جديدة لإنتاج نظام عالمي جديد؟ القضية الآن هي ليست فيروس هل هي خطأ بيولوجي؟ هل هو إرهاب بيولوجي؟ هل هو تشكل دولي جديد في حرب كونية؟ ستبدأ من كورونا وقد تتطور؟ والله شوف أستاذ نجم هو هذا الكوفيد ناينتين هم هاي عائلة عائلة فيروسات يعرفون العلماء والمختصين وأنا سويت بحوث عدة عليها هذه العائلة الواضح الآن أنه في الصين بالتعاون مع جامعة أمريكية وفق المعلومات اللي الآن فيها تحقيق في الكونغرس الأمريكي وأنه أوفيو أستاذ كذا تقولها كلها معلومات غير مؤكدة لكن المؤكد أنه الصين بعد سارس بعد موضوع سارس والأنوان أشوان الفيروسات اللي أصابت العالم من 2009 وال2015 طبعا أي دولة تسعى إلى تطوير بحوثها حتى تلقى علاجات تلقى يبدو أنه هذا الكوفيد ناينتين هو نوع من نفس العائلة تم إجراء البحوث على العائلة مال تطور بنتجة هذه البحوث هكذا الآن أكون نوع من التحقيق حس يقال أنه أطلق بقصد أو غير قصد هذا هو اللي لازم بعدين تحقيقات عالمية راح تكون راح يصير تحالف دولي طبعا بالمناسبة ولذلك جلسة مجلس الأمن الأخيرة اللي جرت الافتراضية موسطت إلى نتيجة لأنه أصرت دول مثل فرنسا وبريطانيا والولايات التحدة الأمريكية على تسميته بالفيروس الصيني اللي أطلقها الرئيسي الأمريكي أول يوم وثاني يوم مجرد تسميته بالفيروس الصيني راح يرتب أثر كبير على الصين وبالتالي يشكل تحالف دولي إذا ثبت هنا القصدية اللي نتبحث عنها إذا صارت في قصدية معناها أنت أمام حرب بيولوجية كانت يرادل تحالف